موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا بحضراتكم ويساعد بس مباشر من برنامج خد بالك الحقيقة يعني من بعد إلغاء الشيك المكتبي وإلزام بأن يكون التعامل بالشيكات عن طريق الشيك البنكي فقط يعني الغالبية اتجه ضمان للدين إلى إيصالات الأمانة هلتكلم النهاردة عن إيصال الأمانة إيه هو وإيه هي من الأخطاء الشائعة اللي بيتعرض لها الأطراف اللي بيوقعوا على إيصال الأمانة خصوصا في بعض النقاط تحديدا هنتكلم مع ضيفنا الكريم فيها النهاردة التوقيع على بياض بعض أخطاء في بعض البيانات التحشير مثلا في بعض أخطاء أخرى مثلا إذا كان ضمان لدين آجل هنتكلم تفصيليا عن كل هذه الأمور ولكن نسمحونا بداية نرحب بسيات المستشار عبدالعزيز الأشقر المحامي بالنقض والدستوريال برحب عليك فاند أهلا وسهلا بحضرتك بسيات المشاهدين وبيشرفنا وجودنا مع سياتك شرف لين يا فاند بداية سيات المستشار يعني الاتجاه الغالب بقي لإصالات الأمانة بعد أن أصبح هناك إلزام بالشيك البنكي نعم طيب إيه هو تعريف إيصال الأمانة؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت بعد ما الشيك الخطي تلغى وبقتتعامل بالشيك البنكي حصل إن بقى فيه تدعيات كتير جدا في إيصالات الأمانة ما كانتش موجودة في الشيك الخطي عندنا إيصال الأمانة إذا عرفناه ببساطة فهو يعتبر عقد ما بين الأطراف تمام ممكن يكون عقد وديعة أو عقد عالية استعمال أو إيجارة أو وكالة أو راه الجارك والشائع بين الناس هو إيصال الأمانة اللي هو بيعتبر وكالة اللي هو بيباع في المكتبة اللي هو شخص استلم من شخص آخر مبلغ مالي علشان يسلمه لجيم شخص استلم من شخص آه ألف استلم من به لتوصيله لجيم يبقى لازم ثلاث أطراف ثلاث أطراف عشان يبقى عندنا وكالة هو بيجوز برضو يبقى أطرافين بص حضرتك إحنا كنا بنتعامل بطرافين وكانت يعني بيبقى فيه مسائل كانت شائعة يام الشكل الخاطي كان فيه مسائل برضو تخص الوديعة اللي هي ما بين طرافين دي اسمها وديعة لكن ليه عملنا من ثلاث أطراف عشان كان فيه إشكالية في مسألة أن أنا أستلم من شخص مبلغ وأسلمه له وقت طلبه لو هو وديعة عندنا يجب أن يكون المال المسلم أو إذا كان حتى بضائع ماشي أو أيا من كان أو منقلات لازم تكون على سبيل أمانة لا معينة بذاتها يعني إيه معينة بذاتها يعني ما ينفعش أديك حاجة شكلها أو حاجة زيها أو حاجة مثيلة لها كده أنا بعتبر أنا أبدت الوديعة اللي حضرتك الديتالي لأنني أنا مش هسلمك نفس الوديعة لكنني هسلمك حاجة زيها ما يجوزش أنا لازم أسلمك الحاجة زيها المبلغ المالية أنا إزاي النهاردة هتبقى وديعة إلا إذا ذكرت أنا الفئة بتاعتها وقيمتها الأرقام المسلسلة دي كلها طبعا عوائق من الصعب إنها تكون معمولة علشان ما يفكتش قيمته كوديعة لأن عقد الوديعة بيعرف في القانون اللي المدني تمام وتعرف في القانون المدني إن أنا بسلم شخص عينا مشيء عينا تمام على أن يرد وقت الطلب لازم يكون كما هو الفلوس بتتشابه يعني أنا ممكن تجديني حضرتك وديعة 10.000 جنيه أردو لك 10.000 جنيه لا بس دي مش الوديعة لازم أردو لك نفس العشر تلاف يبقى إذا إصال الأمانة لازم ثلاث أطراف ثلاث أطراف ده الدارك علشان نقدر نتجاوز مسألة الوديعة أو التسليم المعاينة بالزبط جد المصطلحات إيه بتاعتهم دي يا فن المصطلحات بتاعتهم اللي هو ليه المسلم تمام والمستلم والمسلم إليه اللي هو المستفيد اللي هو المستفيد اللي في الآخر اللي هتروح له مثلا المبالغ المالية تمام وانا كصاحب المال وحضرتك اللي استلامته مثلا عشان توصله للإيه الآخر فهي ديت الحدود بتاعته فهو تعريفه إنه بيبقى عقد في الحدود بتاعة إصال الأمانة اللي هو المكتب هو عقد وكالة تمام طب إيه هي أهم البيانات التي يجب أن تدرك في إصال الأمانة فن أهم البيانات اللي بتدرك في إصال الأمانة أولا بنفضل احنا بنأكد بقى كمان مش مسألة مفضلة وبس إن تكون بيانات إصال الأمانة مكتوبة كاملة 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 دون نقصان علشان حضرتك مبقاش فيه إلا بيانات نقصة لإن فيه طبعا أخطاء شائعة بتحصل كتير جدا من المواطنين وبيترتب عليها طبعا نتائج وخيمة جدا حنتكلم عليها الأخطاء الشائعة بس ناخد أول تليفون أستاذ مجدي ونرجع للأخطاء الشائعة اللي المتعرف عليها أو اللي بتحصل بكثرة الأستاذ مجدي مساء الخير يا فن مساء الخير يا فن سلام عليكم أهلا بحضرتك تفضل يا فن حضرتك لو أنا خدت حكم المدني وخدت عليه صغة تنفيذية وروح ترفزت على اللي هو عليه الحكم المدني ده عين يعني الحكم بفلوسي يعني وحجزت على حاجات عنده وبعدين عملوا له تبديد واتحبس التبديد ده وإدارت التنفيذ ادتني الملف بتاعي وقالت خلاص كده احنا نفذنا لك وأنا مخدتش فلوسي لحد دلوقتي وعد أكتر من عشر سنين هل من حقي أرجع نفذ عليه دلوقتي وقال لخلاص كده أنا نفذته والتنفيذ انتهى ولا فلوسي داخدها ازاي حاضر سألت تقول لأولا سألت تاني بقى حروتك معلش أنا آسك يعني لو أنا موظف وفي اتحالت المحكمة التأدبية والمحكمة التأدبية دي ادت عدم اختصاص وأهلتها للمحكمة العملية النيابة تعنت قدام المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا دي هتحكم في الاختصاص ولا هتحكم في الموضوع هو حضرتك كنت شغال فين بالزبط في شركة بتاع عام شركة بتاع عام آه تمام واتحالت التأدبية التأدبية قالت أنا مش مختصة طبعا واتروح للعمال طب حنرد على حضرتها النيابة تعنت على الحكم دي تمام يا فن المحكمة الإدارية العليا بقى هتتكلم في الاختصاص ولا هتحكم في الموضوع أو إيه مش عاد حضرت هنرد على حضرتك حالا شكرا 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 بنسبة للإستفسار الأول بالنسبة للإستفسار الأول بخصوص المبالغ اللي قضية بيها بموجب حكم قضاء إنهائي والسلام الصغة التنفيذية وبالفعل ننفذ بالحجز بس عاوز يطالب بفروس ما أنا أقوله بقى هو بدد طبعا الشخص اللي هو تم الحجز على المنقلات اللي هي مملوكة ليه بدد هو نزل كده في جريم التبديد لا يعني حاجة برضو قريبة من الموضوع لكن احنا مشكلتنا هنا ايه؟ عاوز فلوسه هو بس بعد عشر سنين عشان ممكن المدة دي لها لا لا ما زال حقه قائم إن احنا لسه ما تعرضناش لمسألة التقدم المسقط بتاعي فإحنا حنقولك الآتي حتى لو أنت النهاردة حجزت على بعض المنقلات وصدر حكم علشان هو بدد المحجوزات فانت من حقك تتتبع جميع ماشي ما يملكه المدين بالزبط كده المدين ماشي بس مش حبق نفس الحاجات اللي هي صبق الحجز عليها تمام انت مجرد انت حتتتوقع المنقلات اللي صبق الحجز عليها وحتشوف بقى منقلات ايه؟ اخرى تمام حتى تتتبعه بقى إذا كان تحتيده سيارة ملكه تمام تحتيده منقلات اخرى في الشقة أو في العقار اللي هو بيكتن فيه حيقدر يحجز على منقلات اخرى ويحيي دينه تاني وترتب عليه طب ايه الإجراء اللي يعملوا يا فانت؟ الإجراء انه تتبع دلوقتي لو ليه محل إقامة مختلف يعرف محل إقامته الجديد ولو نفس المحل الإقامة السابق طبعا لو عد عشر سنين ممكن يكون غير فيه معالم المنقلات اللي هي صبق الحجز عليها فيقدم رؤية تنفيذ تاني لقدارة التنفيذ المحتصة يعني لا يسقطش حقه يا فانت؟ لا 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 لسه عشر سنين دي لا يسقط حقه ويتتبع الدين ويحجز ثاني على منقلات وما يستناش وما يسقطش على حقه لانه هو سكة مدة طويلة فان عنده حق انه هو يقدم أوراقه تاني ويحجز طب بالنسبة للسؤال التاني الخاص بالمحكمة التأديبية بالنسبة للسؤال التاني الخاص بالمحكمة هو طبعا كان رفع عشان ليه مستحقات في جهة عمله احنا عندنا ما يسمى بالاختصاص الولائي الاختصاص الولائي دوت لما يكون فيه يعني قضايا بترفع أمام الجهة اللي رفع فيها ليه مجلس الدولة محكمة إدارية طبعا مستوى الوظيفة أو القضاء الإداري طبعا هنا قضاء إداري لأن بعد كده الحكومة طعنت يعني إدارية عليا أنا هنا ده يخص الموظف العام تمام المحكمة العمالية هي المحكمة الابتدائية أو في المحكمة الابتدائية دي محاكم مختصة دون سواها بنظر الإشكاليات العمالية تمام فيما يخص العمال في الشركات تمام هو كده رفع في المكان الخطأ وبالتالي كان حكم محكمة القضاء الإداري صحيح جدا طبعا لأنه إدى عدم اختصاص ولائي والطعن اللي ترفع حاليا في المحكمة الإدارية العليا طعن ما قاله الرفض لأنه لازم هنا تخصص الولائي لا تملك المحكمة أنها تعيد النظر تاني فيه لأنه تخصص الولائي ده من النظام العام تمام فهيتم رفض الطعن وتحقق قضيته إلى المحكمة العمالية ويسعى وراء حقه الأستاذ عادل أفضل حضرتك أنا وديت عربية في الهرفيين عند واحد من ثلاث سنين وما رضاش يديني ورقة يعني إنه هو السلام العربية قال لي احنا بنعمل للناس كلنا من نعملش ورقة يعني مركة الصيانة ولا ورشة ولا إيه فانا ورشة يوضبها يعني خليها سمكرة ودوكو ومعها ورقة العربية وكل حاجة يعني بس هو ما رضاش يديني زي وصل أمانة ورقة قال لي ده ما فيش الكلام ده يعني في الهرفيين بعد كده بعد ما طلني سنة وبعد كده يعني آخر مرة قال لي ده لجات البلدية شلتها ببص على المكان حواليه كل العربيات موجودة معادة عربي دي فأنا قلت له أنا أعمل لك محضر بعدم الأمانة وبتبديد الأمانة وشبه ما همهوش يعني فأيه الإجراء اللي أخده معاه يعني بقاله كم سنة يا فاند هو يعني بقاله سنتين ونص بس هو قاعد مطن الفترة دي طب خلال السنة دي يا فاند ما كنتش تتابع السيارة مثلا تروح لك ما تبيع هروح ترأيتها آخر مرة من ست شهور متغطية وبعد كده راح مأجر الورشة بتاحت هو أسكن جنب الورشة طب انت سكت المدة دي كلها ليه وهي متغطية ما بيعملش طبعا لان السيارة المطلوبة أنا معايا سيارة أخرى أنا معايا سيارة أخرى فشغل كله زي أوبر وكريم وكده طب كان معايا حضرتك شهود لما سلمت السيارة أو نعم لما رحت تتابعه آه كان في كذا حد شاهد يعني طب تمام حنروض لها لحضرتك في نفس المنطقة يا فاندم أو ورش جمع لا لا ده ناس كانت جاية معايا الميكانيكي كان جاية معايا وناس كانوا عايزين يشتروا العربية جمع معايا ومعاك سند الملكية الخاصة بسيارتك نعم معاك سند الملكية آه آه طبعا طب عملت محضر يا فاندم قبل كده ولا لا؟ ما أنا قلت أنا استنيت الكلام ده أول مبارح استنيت لما يجي البرنامج عشان أخذ يعني التفاعل تمام حنرد على حضرتك حالا شكرا ليه الموقف هنا يا فاندم؟ هو الموقف هنا طبعا هو إحنا بنلومن سكت على حقه الفترة الطويلة دي لأن مفروض إصلاحاتنا كانتش هتاخد الوقت ده كله تمام معروف إن مداتها محدودة ومعروفة يعني لكن طبعا هو موضوعه تم فاللي حيحصل ليه سألناها على شهود تمام سألناها على شهود علشان خاطر ما عندوش أساسا ورقة تثبت أن يسلم السيارة لمركز الصيان لأنه مركز الصيانة لما استلم السيارة بيعتبر يد يد أمين زيها برضو زي ما وارد في موضوع الحلقة كده يصال الأمانة دي زي إيه زي حيازة نقصة أو دهاله كإيه كواديعة ترد عند الطلب بعد قيمه بإيه بالإصلاحات تمام كده يعني المراضف لها فدلوقتي ما فيش ورقة وعادة المركز الصيانة اللي هي في الحرفيين هي مركز صيانة صغيرة أو محدودة ما عمرها ما بتدي بالفعل أوراق باستلام الصيارات هو حياخد الاتنين شهود اللي احنا سألناه عليهم من شوية تمام وحيروح اسم الشرطة ويراعي إن ما يكملش تلس سنين تمام هو قال سنتين ونص بننبع عليك أن أنت قدامك ست الشهور وحقك هيسقط تمام يا الجنائي وحتخش الوقت بعد كده في مشكلة مدنية طبعا هتبقى إيه صعبة قبلها طويلة وأدي اللي تثبتها صعبة تمام لكن الجنائي بيجوز يثبتوا بكافة طرق الإثبات تمام بعد كده المحضر حياخد إيه إجراته بس يلازم اتنين شهود من غير ما تعمل أو تاخد الاتنين شهود ما فيش قدالة تثبت عنده نهائية وحتقدم سند ملكية السيارة إذا كان ترخيص ماشي وأقوال الشهود ما يجب السند الملكية أه بالضبط ما يعتبقى الترخيص تمام أو شارد بيانات لو يعني كده وبعد كده حياخدوا أقوال الشهود والموضوع حيحل النيابة وحيمشي بإجراءات صحيحة وسلمة جدا وفي السرد حقك تاني تمام الأستاذ نوال مساء الخير فان مساء الخير اتفضلي فان أنا واخدى محل في مدينة شروق مول أوكي أي فان وكان علي وديعة ودفعتها فكان سيادة مستشار بالكالب دي وقت بيقول إن في إيصال أمانة من الملك الملك الأصل هو صاحب شركة شركة المقاولين فأنا ما دفعت الداني بتاعة دهوت إيصال الإيصال ده يثبت إن أنا دفع الوديعة وإيش شروط الدفع الوديعة يعني حضرتك كنت مدياله على حاجة معينة كإيصال أمانة؟ آه كنت مدياله على إيصال أمانة؟ على إيصال أمانة بابا ولا شكات؟ بابا إيصال أمانة شكات إيصال أمانة أستاذ يا نوال إيصال أمانة؟ إيصال أمانة 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 لي المشكلة دلوقتي؟ أمانة دلوقتي يعني أنا كده ما فيش بالنسبة لي أي مشكلة؟ لا لا خالص إنت حضرتك كده برية الزمة من الوديعة الخاصة بإذا كانت حد شاغلين أو خاصة بالسيانة تمام؟ أنت كده موقفك سليم 100% لتقلقي نهائيا نحن كان يهمنا بس إنك خط يوصل أمانة ما فترة دي يا فنة؟ لا هو كان بيجي بياخد إيصال بالسنة تمام طيب إيه المشكلة؟ أستاذة فوزية حضرتك معنا يا فنة؟ طيب حاولي تتصل بنا مرة تانية طيب سيدة مستشار يعني إحنا بنتكلم عن المشكلات الشائعة في إيصال الأمانة حضرتك قلت من الأخطاء الشائعة إننا ما نكتبش كل البيانات نعم إيه أهمية كتابة البيانات؟ وإيه الموقف لو ما كتبناش بيان وكتبناه بعدها بفترة؟ تمام اللي بيحصل إن الشائع أو الأخطاء الشائعة إن بيكتب قيمة المبلغ تمام والشخص بيكتب اسمه اللي هو استلم المبلغ وبيوقع في نهاية الإصال النهار ده ممكن يعدي إيه وقت من وقت تحرير ثلاث بيانات مثلا أو بيانين في الإصال طيب بعد كده أما أنا بأخد هذا الإصال ويجي الشخص اللي هو استلم الفلوس ويماطل أو ما يوصلش الفلوس أو يحصل إنه اختلاصها أنا محتاج بقى استرد حقي تمام ولازم أرفع بهذا الإصال جنحة تمام والتياخد مجراها فبضطر أعمل يمن فعشي وديها بيانات نقصة فبضطر أستكمل بقية البيانات ممكن يكون عدى ستة شهور عدى سنة عدى حتى يومين تمام يعني مش تازم تكون فيه مشكلة إن أنا أقل البيانات ثم هنقول لحضرالك المشكلة إيه بقى المشكلة إنه النهاردة ممكن هو كتب البيانات بخط إيده الشخص اللي استلم تمام جيه مشي وبدد الفلوس واختلس الفلوس فأنا مضطر نهاردة حملة بقى البيانات فحاتتمل بقية تانية ام أو بحبر تاني مختلف او بلون تاني ده الحنا هن empreتبره كمان... حتى لو بنفس لون تمام ولكن فرق توقيت لأ انا كمان مش فرق التوقيت لسه بقى ده الحنا هنخش بفرق التوقيت ده من قبل فرق ال� Außerdem ده الانه تاني يوم عشر تمام تمام كده يعني فيش فرق توقيت ههو لكن اختلفت لايه؟ المظاهر الخطية ما بين البيانين الاولين والمظاهر الخطية بتاعت ملء بيانات لايه؟ لا تفقدها قيمتها فان نارضة حطعا بالتزوير صلبا تمام كده حطعا بالتزوير صلبا تمام كده هتروح الجنحة المحكمة هتحيلها للطب الشرعي بعد طبعا ما بتاخد استكتاب بقى ماشي للشخص طعام بالتزوير وبيدفع عمانة الخبير وبيكتب مذكرة الطع بتروح للطب الشرعي بيثبت أن بعض البيانات مكتوبة بخط وبعض البيانات مكتوبة بخط تاني وممكن نضيف عليها أنها بألم آخر طب ايه بيقدر يطلع الطب الشرعي بالنتيجة دي ازاي حضرتك لو كتبت على ترابيزة زجاج زي دي بتديك مظاهر ضغطية في ظهر الإيصال معينة انت حتيل بأي إيصال كده هتلاقي مظاهر ضغطية معينة كده ماشي بتبقى مضغوطة وظهرة طب لو حطيتها على مثلا ايه بعض الأوراق تمام تديك مظاهر ضغطية مختلفة لو الأوراق أكتر شوية تديك مظاهر ثالثة مختلفة لو أنت كتبت على ترابيزة خشب مظاهر ربعة مختلفة تمام كده هيثبت لك الطب الشرعي أن هناك بيانات حررت في ظرف كتابي مغاير للبيانات التي حرر الموقف هنا بيبقى الموقف هنا أن فيه جريمة كده تزوير وقعتك مع أن ده حقي احنا النهاردة لينا دوابط ماشي لازم علشان تاخد حقك لا تتلاعب ماشي بالشيء بإيصال الأمانة يعمل لأنا بقولك عليه هتحفظ حقك ما عملتش أنت لنا يعني أوسيتك به يبقى أنت اللي تسببت في ضياء حقك يبقى إذن أول نقطة يا فانتم اللي هو لازم جميع البيانات تملى يعني فوراً كاملة وقت التوقيع على إصال الأمانة وإلا فقدنا أهميته وبعد كده ممكن اللي حرره فقدت حاجة تانية ركن التسليم ماشي كده خليت النزاع نفسه فقد إيه فقد ركن من أركانه ماشي اللي هو على أساسه بتدي له مية جنائية أنا لو جيت النهاردة كركن تسليم ما سلمتكش الفلوس ما أنا لو سلمتك عرفك أنت حسلم الفلوس لمين طيب البيانات بتبقى موجودة بالضبط أنا يعني كده ما كانش فيه فلوس عشان توصلها الجيم طيب أنت كده فقدت عنصر وركن أهم جدا في جريمة إصالة الأمانة فقد كنته ده بالإضافة أنك ممكن بقى تقدم كمتهم في جريمة تزوير في صلب الإصالة طيب نخرج لفاصل ونكمل موضوعنا الخاص بإصالة الأمانة أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة